فالله ناسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار ما زدنا مع هذا العلم المهم جدا وهو علم قوالب الأدلة هذا العلم من أهم العلوم لابد لطالب العلم أن يتقن هذا الباب لأنها آلة الفهم بالنسبة له وآلة أيضا الإتقام بالنسبة له إن أراد التخريج أو أراد الاجتهاد فلابد بهذا العلم هذا العلم من الأهمية بما كان القواعد الأصولية وهي قوالب للاستنباط ونحن في القواعد المتفق عليها وما زدنا مع القواعد التي هي قواعد مشتركة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وقاعدة اليوم قاعدة مهمة جدا تساعد طالب العلم في التعادل والتراجيح مسائل اختلافات والمسائل العظيمة التي يكون فيها الاختلاف أبواب الترجيح فيها كما قلت بهذه القاعدة وكما قلت هذه قاعدة مهمة جدا في أبواب آخر أبواب الأصول وهي أبواب التعادل والتراجيح قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أو إذا اجتمع الحاضر والمبيح غلب الحاضر على المبيح هذه القاعدة مشتركة بين علمي أسول الفقه والقاعد الفقهية فهي بالنظر إلى تعلقها بالأدلة الشرعية المتعارضة وكيفية الترجيح والنظر إلى التعادل والتراجيح نقول أن هذه القاعدة قاعدة أسولية يعني نقول بذلك هي قاعدة أسولية وبالنظر إلى تعلقها بفعل المكلف من جهة إذا اجتمع دليلان المبيح والآخر المحرم فهي قاعدة فقهية لها تعتمد على الجزيات وأفعال المكلفين وهذه القاعدة فيها أقوال ثلاثة القول الأول يرجح المبيح على الحاضر وهذا الترجيح ترجيح المبيح على الحاضر نابع أيضا من القاعدة الأسف الشيء الإباحة كما قلنا يرجح المبيح على الحاضر وهو اختيار القاعدة عبدالوهاب وأحمد بن حمدان الحنبلي وأبو الفرج المالكي والقول الثاني يتساويان يبقى فيها التوقف وهذا قول بعض الحنفية وهو اختيار الويد الباجي من المالكيين واختيار الغزالي من الشافعية القول الثالث والقول حقا الذي ندين الله به هو أن الحاضر يقدم على المبيح إذا اجتمع الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح وذلك للاحتياط في أمر التعبد لأنه الحاضر يكون فيه الاسم إذا ارتكب المبيح لو ترك ولا اسم فيه لذلك كان في الحيطة للتعبد والمكلف قدم العلماء الحاضر على المبيح ومن فروع هذه القاعدة ما إذا تعارض الدليلان لو تعارض الدليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قال العلماء تقديم التحريم على المبيح تقديم التحريم على المبيح وعلّل بعضهم بمسائل النسخ في هذا الباب وليس يعني له كبير فائدة ننظر في التعليل لكن هو الكلام على مسألة تقديم الدليل الذي فيه الحرم على الدليل الذي فيه الإباحة كما قلت احتياطا لأنه إذا ارتكب الخطأ أو العكس كانت المعصية وكان الإثم ويكتب عليه الإثم هو بيده أن تخلص صحيفة من الإثم بأن يتجنب خروجا من الخلاف في هذا الباب القاعدة هذه قال بها الإمام وحمد وقال بها أيضا أكثر علماء الشفعية الغزالي وغيره أكثر علماء الشفعية يقولون ب الموردي والزركشي والآمدي وأيضا الغزالي وقال فيها أيضا من الحرفية قال بها الكرخي من الحرفية قال بهذه القاعدة وهي قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح يغلب الحاضر على الإباحة مستند القاعدة الكتاب والسنة وكثير من وقائع السنة كما سنبين في الوقائع وأن كان الكتب التي ذكرتها كالأشباه والنظائر وكتب القاعدة الفقهية لم تتوسع في الكلام عليها سنبين إن شاء الله بعض الأمثلة التي تكون على هذه القاعدة لنستوعب ما فيها ولأنها قاعدة كما قلت من الأهمية بمكان يهتم بها كل أصولي لمسألة التعادل والتراجيح ولأن الإنسان ما يستطيع أن يكون ممن ينظر بنظرة المرجح القوي في هذا الباب حتى يتقن هذه القوالب أو هذه القواعدة مستند هذه القاعدة كتاب الله قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما وإسألونك ماذا يفقون قل العفو شوف هنا الآن قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وإذا تتفكرت ونظرت هنا وتأملت نظرت لأن الله جاء وعلا لما أجابه عن السؤال الذي سئل به النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم فغلب غلب الحظر هنا على على الإباح لذلك لما جاء رجل براوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم يهديه إياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرم شربا فالقى الراوية فسره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سرك قال سررته أو قال بما سررته قال سررته قلت له خذها وبيعها واستفد بثمنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها ألم تعلم بأن الذي حرم شربها حرم ثمنها نعم وهذه فيها دلالة كما قلت على أن الكتاب أرشادنا إلى أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح وفي ذلك الإجماع أيضا نقل الإجماع على ذلك الموردي في كتابه الماتع الحاوي الكبير في شرح مقتصر موزني عليكم السلام عليكم السلام وبركاته يا رب يرضى عنكم جميعا قال الموردي نقل الإجماع على هذه القاعدة قال إن الحضر إن الحضر والإباحة إذا اجتمع لم يغلب حكم الإباحة إجماعا بل يقدم الحضر بل يقدم الحضر ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فمات فلا أكله فإني أخاف أن يكون قد قتله تردية يعني تردى من على الجبل السقط من على الجبل تردية ووقع فتخبط فيه فمات وليس السهم هو الذي قتله أو لوانه السهم فوقع في الماء فمات قال لا تأكلوا إني أخاف أن يكون قتله الماء وهنا ابن مسعود بفعلي غلب الحاضر على المبيحة فهذا التصريح من ابن مسعود بتغريب الحاضر على المبيحة لأنه احتمالية وقوعه من الجبل يكون تردية أو وقوعه في الماء مات مخنوقا فيقدم هنا الحاضر على المبيحة وقال أبو الحسين البصري البصري من ناحية من ناحية النظر وهو معتزل الفكر عنده كتب كثيرة منها من أهمها المعتمد في أصول الفقر يقول إذا تعارض خبران حضر وإباحة فقد حصلت جهة الحضر وجهة الإباحة وهتان الجهتان متى اجتمعتها كان الحاضر أولى يقدم الحاضر على المبيحة قال ألا ترى أن الأمى بين شريكين لما اجتمع فيها ملك هذا الشريك وملك هذا الشريك فيها مبيح له الوط وفيها أيضا حاضر له الوط فكان الحاضر أولى لا هو يجمعها ولا الثاني يجمعها تلا تعد أحد على حق أحد قد نقول هناك أيضا أدلة كثيرة على ذلك لهذه القاعدة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرضاه سئل عن الأمى والأمى أو يجمع هل يجوز جمع الأختين بملك اليمين هل يجوز أن يطأ الأختين بملك اليمين فعثمان بن عفان شوف صورة المسألة لو قلنا رفايدة وزبيدة معا أختاني كان ملك يمين لعمر هل يستطيع أن يجمعهما بملك اليمين لاحظهما أختان فسئل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال أحلتهما آية وما ملكت أيمانكم وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف لما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال والتحريم أحب إلي يريد يرغي الإثم إلغاء الإثم من التحريم قال والتحريم أحب إلي وهذا من فعل عثمان بن عفان يبين فيه بأن مسألة تغليب الحظر على الإباحة أحب إلي لإلغاء الإثم لأنه قد يقع لو قلنا أخطأ في الاجتهاد وقدم الإباحة قد يقع في الإثم وصحفته لا ينجو من إثم فيها وهذا أيضا فعل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه عندما قال إذا رمى الصيدة بسهم فتردى من على الجبل شاهق لا يأكل أخشى أن يكون قد يكون المتردية فغلب الحاضر على المبيح عند اجتماعهما فقال عثمان بن عفان أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إليه والتحريم أحب إليه قد يستدل أيضا لهذه القاعدة المهمة جدا قاعدة الحاضر والمبيح وصعبين كيف التطبيق القوي في مسائل كثيرة جزيات فرعية فقهية يدخل فيها هذه القاعدة وهذه القاعدة كما قلت تساعد طالب العلم هنا على الاستنباط وعلى الترجيح عند التعادل يعني حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءته امرأة قالت أتعلم فلانا ويا زوجته قالت إني أرضعتكما معا إني أرضعتكما معا الرجل ارتعدت فرئيسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زعمت فلانا أنها أرضعتني أنا وزوجتي وراجع النبي فقال ترك فقال ترك طبعا الجمهور يرون أن هذا على التورع وأنا ما يهموني الآن فصل الخطاب هو تورع أو حكم يعني متأكد الذي يهموني أنها صورة من صور تقديم الحاضر على المبيحة أنها صورة من صور تقديم الحاضر على المبيحة قال قال خلك عنها قال يا رسول الله إنها تزعم قال كيف وقد قيل كيف وقد قيل والمعنى هنا كيف وقد قيل المعنى أنها بقوله كيف وقد قيل قال معنى بأنها تكون محرمة عليك وغلب جانب الحاضر أولى لك من جانب الإباح كيف وقد قيل فتركها الرجل بغض النظر عن تبني المسألة أنا أتكلم عن مسألة أخرى وهي أنه لما اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح هناك أيضا تطبيق آخر من السنة ومن الأثار على تقديم الحاضر على المبيح أحد يستطيع أن يأتينا بدليل آخر أتفضل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في شحوم الميتة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام هل يصلوا هذا يا شيخ مثال لا لأنهم قالوا ينتفع به وكان السؤال عن البيع أو الانتفاع ما يصلح سؤال دليلا طيب رضي الله عنك هناك واقعة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم طبق في هذه القاعدة تطبيقا تاما ليتكم تنظرون عليه وتكون هذه هدية منكم لي يكون دليل راقي جدا في هذا الباب فيه تطبيق فيه علو أحاول أنا أقرب إليكم المسافة أم لا نعم شكرا ليت شيخ أن تقرب لنا يا شيخ سودة كيف سودة 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 زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع قصة مهمة جدنا في هذا التطبيق الراقي في هذا الباب بالتنازل عن أيامها لعائشة لا 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 ليست المسألة على القصف على أمر آخر مهم جدا في هذا التطبيق والملكين فرضوا عن الجمهور بأعمال الدليلين كده أنا قرمت أنا قربتها جدا يا أساتسة قربتها جدا يا ذاكترة ها نعم هذا هو إذا نأتي به ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقيافة وكذلك أمر بالاحتجاب هو الآن نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوارد الشبه حقا بمن كان الشبه بعطبة النبي وقاص فنظر إليه ولكنه عنده البينة الحديث يقول الولد للفرش وللعاهر الحجر عبد الله بن زمع قال هي وليدة أبي على فراشه قال نعم هو أخوك يا عبد الله بن زمع يعني النزمع هو أخوك جيد فثم قال لسودة تعلمون أن سعد جاء لنفس السلام قال إنه ابن أخي أوصى لي به ونظر إليه فوارد الشبه بعطبة كبير فقال سعد فقال عبد الله بن زمع قال له وليدة أبي وعلى فراشه والنبي هو الذي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال نعم هو أخوك عبد الله بن زمع لكن ذهب إلى أخته ذهب إلى سودة بنت زمع قال لها احتجي بي عنه يا سودة مع أنه أخوها غلب الحاظر على المبيح هنا لأن النبي عمل بالشبه الاحتياطة لبيت النبو الاحتياطة لبيت النبو لكن فيها الصورة التي نتكلم عنها هذا التوجيه لكن هل مطابقة غير مطابقة 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 هو الملكية خلف الجمهور نعم الجمهور خلف الجمهور خلاص هرس الملكية خلف الجمهور وقالوا العمل بالقارنتين لكن الكلام نحن نريده التصوير النهائي الذي نريده نحن النبي غلب الحاظر على المبيح الولد للفراش مبيح والشبه والعمل بالقافة حاظر فعند تحكيم الحكم قال هو أخوك عبد الله بن زمع لكن عند النظر في الشبه قال قدم الحاظر على المبيح والأعراض مهمة فقال احتاجي بي عنه يا سودا احتاجي بي عنه يا سودا وهذا تطبيق أيضا نبوي يستدل به على مسألة الحاظر إذا تعارض أو اجتمع مع الإباحة فالحاظر يقدم على الإباحة فالحاظر يقدم على الإباحة هناك قصة أخرى أيضا قد تكون في هذا الباب مطبقة أو مطابقة لما نقول بأنه في هذه القاعدة الأصولية الفقهية المهمة إذا اجتمع الحاظر مع المبيح قدم الحاظر على المبيح أنا أردت عقولكم حتى إذا أخذنا المسائل الفرعية أو الفروع عليها يعني يكون النشاط عندكم أقوى جميل جميل يا شيخ نعم هي قصة اللعان يا شيخ قصة اللعان نعم هي قصة اللعان طبعا فصلاها الله جل في علا بمسألة بمسألة اللعان فلا تكون لكن لنا نقول أمر آخر مهم جدا جميل وهو مسألة التمرة عليكم السلام عليكم نعم وأنا أقصد هذه التمرة هي التمرة التي تحصل بعد اللعان يعني يعني أنا أقول بأنه في هذا الباب فيها تطبيق لمسألة الحاظر على المبيح عندما قال النبي السلام لا سبيل لك عليها يعني يعني يمنع يمنع أن يأتي بها معنى قد ممكن أن تتزوج وبعد ذلك تطلق والأصف الأنكحة هنا في هذا الباب يعني يجوز فانكحه ما أطاب لكم للنساء قدم الحاظر على المبيح في هذا الباب فلا اجتمعان أبدا من أجل التهمة أقول مسألة التمرة ومسألة الحسن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة عليها طراب فنفضها وأراد أن يأكلها فاشتبه عليه الأمر أن تكون من تمر من تمر الصدقة فتركها وغلب الحاظر على المبيح السلام عليكم لو مشاع وكثير إيش لا يحدث حتكون مشاقة كبيرة لكنها محصورة محصورة في قرية محصورة في دوائر محصورة في بيت فنقول له اجتنب الجميع لأنه عندنا حاضر وهي التي رضع معها رضع عليها وعندنا مبيح أن الأجنبيات الأصل فيهن الإباحة فانكيحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع صحيح نعم نعم فنحرم عليه جميع نغلب الحاظر على المبيح ونحرم عليه الجميع هذا مثلا من الأمثلة أقول تطبيقات الفقهية والجزات الفقهية في التطبيقات عند التعادل والتعرجيح في هذا الباب كثيرة جدا في أبواب في استثبات طيب قبل أن نبدأ بالأمثلة لو عندك سؤال تفضل مثلا الرجل طلق عنده أربع نساء وطلق أحد نساء نعم ونسيا هو متأكد يقين أنه لحظة هو يعرفها هو يعرفها وأخبره أنه طلق أحده وطلق الجميع طلق أحده ونسيا 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 لا لم يجدها لم يخبرهن من هي المطلقة نعم ثم تزوج الخابسة أيضا ثم تزوج الخابسة ليس لا فقط ثم مات قبل أن يخبرهن الآن الآن مات قبل أن يخبرون أنه بعدين وإش اللي فيها حتى حتجنب الجميع من المراس هذا خطأ لا في الميراث الآن الخامس الآن هي يقين هذا الجسر لكن في الأربع الأول يعني هل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا لا ما تدخل هذه القاعدة في هذا الباك هو بالنسبة للميراث ولا بالنسبة لإيش الميراث نعم جميع لا هذه هذه يستعمل الفقاء في ذلك القرعة ما تدخل يا شيخ ما تدخل لكن هنا الفقاء يستعملون القرعة في هذا الباب أنا سأعطي لكم أمثلة كثيرة في هذا الباب من باب الطهارة وباب أيضا الأطعمة وباب المعاملات في هذا الباب وباب الصيد نعم عندي دليل آخر على القاعدة طيب تفضل عدي عندما قال إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم نعم وذكرت اسم الله فهنا العلماء يذكرونها فرعا بأنه وجد كلبه المعلم المذكور اسم الله عليه مع كلب غير معلم قال العلماء لا يأكل لا يأكل لما لا يأكل لما مع أنه توفرت شروطه الآن ذكر اسم الله وأرسل الكلب المعلم لكنه اجتمع حاضر ومبيح كلبه مبيح والكلب غير المعلم حاضر جميل فيقدم الحاضر على المبيح ولا يأكل ولذلك علماء ناكلون في الأطعمة مثلا البغل لا يأكل البغل يحرم أكله لما قالوا لنا البغل متولد من الخيل ومن إش حمار أجلكم الله فإذن البغل بين حمار وبين خيل الخيل حلال الأكل لأن أسماء قالت نحرنا فرسا أو خيلا في المدينة على عهد النبي وأكلناها وجابر قال بأن الله حرم أن النبي حرم لحوم الحمر الأهلية وأحل الخيل فالخيل حلال خلافا الملكية والحنفية الخيل حلال الأكل والحمر الأهلية حرام حرام الأكل محرمة والبغل متولد بين محرم وبين وبين حلال فاختلط الحاضر مع المبيح فقدمنا الحاضر المبيح وقلنا البغل يحرم أكله البغل يحرم أكله لماذا؟ لأنه كما قلنا متولد بين جانب الحاضر والمبيح حلال وحرام إذا اجتمع قدم الحرام على الحلال إذا اجتمع قدم الحرام على الحلال من ذلك في هذا الباب أيضا إذا الكلام على مسألة الأدات الشرب قائما كثير من العلماء يرجح لأن الشرب قائما حرام ومادة الترجيح عندهم هذه القاعدة المهمة لأنهم قالوا أما في مسألة الشرب قائما فقد اعتراها أدلة مبيحة وأدلة حاضرة الأدلة الحاضرة بأن النبي نهى عن الشرب قائما وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على الأنس يشرب قائما قال تريد أو حلس أنس مر على الرجل يشرب قائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر قال لا قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان وهذا شد في النهي ورد أن النبي شرب من ماء زمزم قائما واتجوها توجيهات وهذا مبيح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة قائما وهذا أيضا مبيح ورد أن علي بن أبي طالب طلب وضوءا فتوضى ثلاثا ثلاثا ثم قال توضى أنه سلم نحو وضوء هذا ثم شرب قائما فشرب قائما قال ولأنا كلنا ممن يمنع الناس من الشرب قائما فاجتمع حاضر ومبيح فنظر العلماء فقالوا هنا القاعدة تطبق الحاضر على المبيح فالشرب قائما حرام أنا الآن ليس ترجيحي هذا لو أردت أن أرجح لك المسألة رجحت لك أنا الآن بنقل لك صورة معينة في تطبيق القاعدة عند التعادل والتراجيح من الأسوريين كيف يستثمرون هذه التقاعدات كيف يفقهونها كيف يصلون بها إلى إلى مثل ذلك مفهوم الذي أقوله من ذلك أيضا قد نقول هذه المسألة أيضا مسألة كثيرة على أبوابها مسألة القصر في الصلاة مسألة الفطر في السفر كلها فيها اجتماع حاضر ومبيح ذلك نقول بأنه مسألة كلام التامية في السفر أن كل سفر كل سفر يجوز فيه القصر والفطر كل ما عده الناس سفرا يجوز فيه القصر والفطر كان من ضمن الترجيح في هذا الباب أنه لا بد من تحديد مسافة وهي مسافة الأربعة برد والنظر فيها أنه قد اجتمع حاضر ومبيح فإننا لابد أن نغلب الحاضر في هذا الباب حتى نستيقل من المبيح قبل الأربعة برد اجتمع حاضر ومبيح في هذا الباب ما كان سفران يبيح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أولاً أولاً أن المبيح هو المطلوب شرعاً ولأننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله أضرب مثلاً لك في هذا الباب أنا أدين الله بأن الشرب القائمة ليس حرام هو على الكراهة في أقصى أحواله ولأن المبيح أقوى من الحاضر هنا نهى النبي عن الشرب القائمة وقال يشرب معك الهر بل يشرب معك منه وشرب منه الشيطان تغليظاً وتأديباً وزجعاً طيب والمقوي لهذا الترجيح هو أن النبي شارب قائماً من شن معلقة قربة القربة ليست صخرة ما يستطيع يحملها صحيح قد يستطيع يأخذها بيده يأخذها بيدي ويجلس ويشرب لو كانت حراماً لأخذها بيدي وجلس قد تقول لي طب هو يفعل مكروه نعم يفعله تشريعاً نعم شخصنا دي بيانا أن النهي الأول كان نهياً على سبيل الكراحة وليس على سبيل التحريق ممتاز بباب التغليز والزجر فقط فاهمني؟ نعم فالمبيح هنا قارنته قوية وعلي ابن أبي طالب قال لأنكلن بمن يحرم عن الشرب القائمة كانت السليم بفضل طهول الحبيبة مثلاً فنحن نقول مواده كل ده سيأتي لنا في الفروع فنحن نتكلم على أساس القاعدة العامة الحاضر يقدم على المبيح ده التقعيد العام طيب نحن نقول أن حتى في التقعيد العام ده ده مسألة قراء للترجيح على أن غالب ظني أن هذا هو الحق عند الله قد يكون خطأاً وقد يكون ترجيحي فيه الخطأ مع التأصير العام للقارين القوية لا سيما وأنني أبحث دائماً في كل مسألة عن مراد الله ومراد رسول الله لذلك قدت مسألة اللي استنبه ومسألة أنه ياخد بقاعدة وتكون هي اللي يعمل بها وخلافها لا يا صاح العمل به وكيف أنتم بقى زي كده بالضبط الأسماء وصفات لما الأشعر يعني شنوا الغار علينا وقالوا أنتم تؤولون فلما تمنعوننا من التأويل قلنا أنتم لا تفقهون إذ التأويل ليس هو الأصل نحن عند القارينة الغاربة نمشي معها ونحن في التأصير العام الفقهي ندور مع مراد الله حسدار وندور مع مراد رسول الله حسدار أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله أمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا لم أجزم بأن كل حاضر يقدم على كل مبيح أبدا القارنة الغريبة تبين لكن في التقعيد العام إن لم تجد القارنة القوية فإن التأصيل العام الحاضر يقدم على المبيح ابتعادا عن الإثم نعم ابتعادا عن الإثم وما دمت أدخلتنا في مسألة الطهور يبقى نتكلم على مسائل محظورات أو نواقط الوضوء مسألة المس مس الذكر ينقض لنا ما ينقض الوضوء عندنا حاضر ومبيح أيضا عند التعادل والتراجيح يعني الحنفية يقولون مس الذكر على الإطلاق لا ينقض الوضوء هذا مبيح أهو الآن مبيح للمس صحيح الشافعية يقولون الشافعية أو حنبلة والجمولة يقولون المس المس منطقا ينقض الوضوء لكن التفصيل عنده الشافعية هو الأفضل في ذلك مع بعض شبعات تفصيل الحنبلة فسألة الشهوة المس بغير الحياة ينقض الوضوء صار حاضرا لكن شو هنا الحاضر مقيت ليس مطلقا والمبيح مطلق دائما التقييد يقوي دائما التقييد يقوي فقلت هنا الإباحة ستعمل في دائرتها والحاضر يقدم عند التقييد يعني إيه؟ يعني إن مسه ممتاز لماذا؟ للقارينة الغالبة وده شغل بقى طالب العلم ولذلك قلت الذي يمنع الاشتهاد من الأمة يحجل وسعا نعم يعني عملت مقاعدة الإهمال المقدم عن الإهمال ممتاز وعملت مقاعدة القوة المقدم على المبيح وده شغل طالب العلم بقى لذلك قلت لك طالب العلم عشان أرى أنا دايما أقول للإخوة اللي بتتقوقع وتقول لك والمذهب وغير المذهب بقول له دليل مذهبك يدل على علمك أما مذهبك لا يدل على علمك حتقول لي مذهبي والسادة هنقول لك أنت مقلد اسكت على جم لا تنطق فهم كيف؟ ما تتكلم ولا تطلع بقى بالضقة الإعلامية التي عملين نراها كل يوم والتاني كذباً وزوراً وتلفيقاً وارتقال لأناس ما عندهم حتى ملكة العلم بحالم الأحوال لكن سأقول لك دليل مذهبك عندما تقرره فأنت طالب علم محترب عندي يرجع لك كلمة لأنه ده بيثبت أنك ارتقيت بالملكة الفقهية لتعلم كيف أن العالم قد استنبط الحكم من الدليل وهذه القواعد قوالب تبني الملكة الفقهية عند طلبة العلم ظاهر هذا يبقى هذا مساءة المسيس مساءة حاضر ومبيح من قال من قال بأن بأن بأنه ينقض رضوء جعل المس محذوراً ومن قال لا ينقض جعله مبيحاً لا أو مباحاً هذه اعتراها الحاضر والمبيح اعتراها الحاضر والمبيح عندنا أيضاً هذه المسألة مسألة سبحان الله الماء لا يجنب كما كما يعني أظهرتها محمد أنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل طهور ميمونة عندنا حديث أن النبي نهى نهى الرجل أن يستخدم أن يتوضى بفضل طهور المرأة نعم وعندنا الأصل في المياه الطهارة والأصل الطهورية والأصل الاستخدام صحيح فتقدم حاضر ومبيح في هذا الباب أحمد غلب الحاضر إذا خلت به المرأة والجمهور قدموا المبيح أو الآن على الحاضر لما لوجهين اثنين الحاضر لم تستتم قوته يعني الحديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف لم تستتم قوته ولو استتمت قوته قوة المبيح أقوى من ذلك بحديث ابق لي ابق لي وهقول له ابق لي ابق لي ويقول لي ابق لي ابق لي ففيها استخدامه بفضل طهور المرأة لأنه يتساقط من يديها الماء فقال لها ابق لي حديث عائشة رضي الله عن أرضاه فغلبنا المبيح هنا في هذا الباب لكن عند التعادل والتراجيح هنا أنا بأقول دائما الذي يقدم الحاضر هو هو المصيب إلا أن تأتي القرينة القوية الغالبة على تقديم المبيح في مثل هذا الباب أيضا مسألة استقبال القبلة واستدبرها شخصنا طب دوطة بس معلش في موظل اللي فاتت دي ماشا دورتي الجنفور لما قدم المبيح إذا انقلب النسخ هنا أنت هذه مسألة النسخ مسألة فيها نظر في هذا الباب تهمني أنا أعلم بس أنا عايز أقول لأنه مقصد جنفور لما تخلم ذكر المبيح أو تعامل بالإباحة جعل الأمر على الإباحة إذا الجنفور أعتقاد النسخ لما تقدم الحاضر للمبيح المبيح موافق للأسخ الحاضر هو الذي ينسخ أنا عايز أقول أن الدليل بتاع الماء لا يجنب جاء بعد دليل حتى المنبولة قالت إني كنت جنوبا يعني أنا كنت روحدي واتسلت به في طهارة واجبة نعم نعم صحيح صحيح فجاء النبي قال الماء لا يجنب فدل على أن هذا بعد هذا آه نعم ماشي أنت عايز تقول في المسألة الخاصة ليس على التعميم نعم في هذه المسألة في المسألة الخاصة نعم يقال بها ذلك لكن في التعميم الحاضر يكون هو الناسخ لأن ما عدد الأصل الناقر يقدم عليه فهمني لكن في هذه المسألة الخاصة نعم ومع ذلك نحن قلنا بأن الأصل لأنه لن تستتم قوة الحاضر حتى نعمل به بالضبط أحمد فعليل أحمد فعليل مسألة قال بالكرهة ولم يقل بالنسخ اعتبر هذا سقرين صارفا من الحرمة الكراهة أعتقد هو أعتقد أن أحمد قال بالحرمة في رواية بالحرمة إذا خلت المرأة به نعم إذا خلت المرأة به قدم الحاضر نعم من ذلك أيضا من هذه المسائل مسألة التورق مسألة التورق مسألة عظيمة جدا الجمهور في هذا الباب يقولون بالجواز وغلبوا الإباحة واجه عند المذاهب وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن عباس قالوا بالحرمة قالوا بالحرمة تغريبا للحاضر على المبيح لاحظوا قالوا بالحرمة تغريبا للحاضر على المبيح فقالوا التورق التورق محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحون فجملوا فأذبوا فباعوا ثمن فأكلوا ثمن قالوا بالتحريم هنا غلبوا الحاضر على المبيح لأن فيها زريعة للربا وقالوا زريعة الربا حاضر والأصل فيها المعملات الحل هذه الإباحة والحاضر يقدم على المبيح فالتورق يكون حراما وقالوا هو أنكى من العين هو أشد من العين لأن فيه التحايل على على الربا مسألة العين عند الجمهور اغلبوا فيها الحاضر والشفع اغلب فيها الإباح لذلك أقول التقعيد العام في هذه القاعدة هو تغليب الحاضر على المبيح إلا أن تأتي قارنة تقوي المبيح على الحاضر إخوة الكرام بهذا ما كنت قد وقفنا على كثير من المسائل الفرعية لهذه القاعدة المهمة وقلت أن هذا العلم علم أصيل لطلبة العلم الذين يعني يريدون بناء الملكة الفقهية التي ترتقي بين عند التعادل والتراجيح لو فيها سئلة تفضلوا ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص رية ربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا نقيا نقيا نقيا